مصرع قيادي حوثي بمأرب والجيش يسقط مسيرة للميليشيا في تعز ميليشيا الحوثي تستهدف تجمعات سكانية في الحديدة والضالة وزلزال بقوة 5.9 درجة يضرب خليج عدن أهلا بكم في ظل تصعيدها العسكري بجبهات القتال لقي قيادي في ميليشيا الحوثي الإرهابية مصرعه بنيران قوات الجيش والمقاومة الشعبية غربية محافظة مأرب ووفقا لمصر عسكري فقد أفشلت قوات الجيش والمقاومة محاولة تسلل حوثية إلى مواقعها غربية مديرية رغوان ما أسفر عن مقتل قيادي ميداني واثنين من العناصر المهاجمة يشار أن المحاولة الحوثية جاءت عقب دفع ميليشيا الحوثي بتعزيزات مسلحة إلى جانب استحداث خنادق وأنفاق وتحصينات في جباهات المشجح وملبوزة والبلق الشرقي وأم ريش والعلم ومدغل ومجزر ورغوان عثر مواطن على حقل ألغام زرعة ميليشيا الحوثية الإرهابية جنوب شرقية محافظة مأرب بحسب شهود عيان وبحسب الشهود فقد عثر المواطن على حقل الألغام شرقية ثمت بمدينة حريب وقام بانتزاع تلك الألغام غير أن الأهالي يخشون وجود حقول أخرى في المنطقة وخلفت الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي بشكل عشوائي في القرى السكنية والطرقات خلفت آلاف الضحايا معظمهم من النساء والأطفال وسط اتهامات حكومية للميليشيا بزراعة نحو مليوني لغم أعلن قوات الجيش إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي غربية تعز وقال المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري إن قوات الجيش والمقاومة أسقطت طائرة استطلاعية حوثية أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية غربية المحافظة وخلفت الألغام التي زرعت ميليشيا الحوثي آلاف الضحايا من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال وسط اتهامات حكومية للميليشيا بزراعة نحو مليوني لغم جددت ميليشيا الحوثية الإرهابية قصفا واستهداف الأحياء السكنية جنوب مدينة الحديدة ضمن جرائمها المتواصلة ضد الأهالي ووفقا لسكان محليين فقد استهدفت الميليشيا قرى أهلة بالسكان جنوب مديرية التحيطة مستخدمة قذائف المدفعية ما تسبب بحالة من الهلع والخوف في صفوف الأهالي خاصة النساء والأطفال يأتي ذلك بعد أيام من زيارة بعثة الأمم المتحدة إليها للإطلاع على انتهاكات الميليشيا وجرائمها المتواصلة بحق المدنيين في الضالة شنت ميليشيا الحوثي قصفا بالطيران المسير على قرى سكنية شمالية المحافظة وذلك ضمن انتهاكات المتواصلة ضد الأهالي ووفقا لمصدر المحلي فقد قصفت ميليشيا الحوثي بالمدفعية والطيران المسير عددا من القرى السكنية شمال غربي المحافظة مخلفة أضرارا مادية في ممتلكات المواطنين وبحسب المصدر فقد تزامن القصف على الأحياء السكنية مع قصف للميليشيا استهدف سيارة إسعاف في جبهة بتار أدانت شبكة حقوقية تفجير ميليشيا الحوثية الإرهابية منزل القيادي في المقاومة الشعبية علي الحجازي في منطقة الروضة جنوب محافظة مأرب وهو المنزل الحادي عشر ضمن المنازل التي فجرتها بالمحافظة منذ فبراير الماضي الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في بيان لها قالت إنما تقوم به الميليشيا من جرائم نهب لمنازل المواطنين وتفجيرها يعد مخالفا لكل الأنظمة والشراء السماوية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ودعا البيان المجتمع الدولي والمنظمات الأممية وكل المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم الوحشية التي تعبر عن إرهاب منظم تمارس ميليشيا الحوثي ضد اليمنيين من المخالفين لأفكارها ومعتقداتها هذا وتتواصل عمليات الترهيب الحوثية ضد القطاع الخاص من خلال استهداف كبرى المجموعات التجارية والصناعية العريقة ضمن مخطط حوثي أهدافه تواجه مجموعة هائل سعيد أنعم أحد أهم روافع رأس المال الوطنية حربا حوثية مركزة ضمن حرب أوسع تسهدف القطاع الخاص وحرية النشاط الاقتصادي في المناطق الواقعة تحت احتلال عصابة الإرهابيين الحوثيين لكنها مؤخرا تركز بشكل أكبر على بيت هائل إذ كثفت إجراءاتها التعصفية بحق المجموعة والمصانع والشركات والمؤسسات والمنتجات التابعة لها تحت مبرر الالتزام بالقوائم السعرية التي حددتها الميليشيا وبالتوازي مع تلك التعصفات شنت حملة إعلامية تقودها عناصر تابعة للحوثيين بأسلوب منظم ومنسق متهمة مجموعة هائل سعيد أنعم بالعمالة للصالح بريطانيا في محاولة حوثية لشيطانة المجموعة التجارية تمهيداً للاستيلاء على أصولها وامتلكاتها ومصانعها وشركاتها يقول مراقبون في مجال الاغتصاد الوطني إن تركيز عصابة الحوثية الإرهابية على مجموعة هائل سعيد أنعم لممارسة إجراءاتها التعصفية بمبرر القائمة السعرية ينطلق من استراتيجية خطيرة لتخويف كل القطاع التجاري والاستثماري في البلد والبطش به من خلال البدء بالرأس الكبير الممارسات التعصفية الحوثية للاستحواذ على القطاع الاقتصادي بدأت في قطاع النفط والغاز والاتصالات والصرافة والبنوك وفي مجال العقارات والأدوية والآن المواد الغذائية حيث تركز حاليا على البطش بمجموعة هائل سعيد أنعم الرائدة في قطاع التغذية وهو ما يفرض تحديا خطيرا يهدد المجموعة التجارية والقطاع الخاص أكثر من أي وقت مضع من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي بعد أيام اجتماعه الشاري بشأن اليمن لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الوطنية والأوضاع الإنسانية وبحسب مصادر مطلعة فإن الاجتماع سيعقد في الثاني عشر من يونيو الجاري وذلك في جلسة إحاطة للمبعوث الأممي تليها مشاورات مغلقة لبحث كافة المستجدات والأوضاع العسكرية والإنسانية كما سيقدم رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة مايكل بيري خلال المشاورات المغلقة إجازا حول عمل البعثة في المناطق الواقعة في نطاق عملها بالحديدة منذ انقلابها المشؤوم في الحادي والعشرين من سبتمبر عام 2014 والشعب اليمني يعيش في دوامة العدوان الحوثي الذي يعمل على إفقار وإنهاك واستهداف كافة اليمنيين وفرض تجربة ثورة الخميني والحرس الثوري الإيراني في اليمن من أجل عسكرة الحياة والمجتمع استهجان واسع على وسائل التواصل بعد ظهور قيادي حوثي معين من الميليشيا وكيلا مساعدا لشؤون التعليم بوزارة التعليم العالية والبحث العلمي وهو يحمل سلاح الكلاشينكوف أثناء مناقشته لإرسالته لنيل الماجستير في جامعة صنعاء ليس جديدا هذا المشهد الذي تتحول فيه أكبر جامعة حكومية في البلاد إلى ثكنة مسلحة لترويج مبدأ العسكرة الحوثية للتعليم والمجتمع لكن الجمهور مع مرور الوقت يعيش حالة الصدمة مع تكرار هذه الممارسات التي تجعل الناس في حيرة حول إمكانية التعايش مع جماعة تنظر للحياة من فوهة بندقية بندقية صممت خصيصا لقتل اليمنيين الرافضين لحكم المليشيا العنصرية في السنوات الماضية قام رئيس سابق لجامعة صنعاء عينته المليشيا ويدعى الدكتور أفوز الصغير بارتداء الزي العسكري والطهور بالسلاح وهو يحشد للقتال في صفوف المليشيا تحولت الجامعة إلى وكر للترويج للمليشيا وفكرها العنصرية تمثل جامعة صنعاء إحدى النقاط المستهدفة على لائحة المليشيا ضمن مخطط عسكرة المجتمع وجعل اليمنيين في صراع مع طواحين الهوى وضد عدو افتراضي يتجسد في أمريكا وإسرائيل بينما يتم إقامة مزيد من الأنشطة لتجنيد الأطفال والشباب والزج بهم للعدوان على مأرب ومحافظات يمنية أخرى وفق لتقارير حقوقية تتعدد مظاهر عسكرة الحياة المدنية في اليمن ابتداء من المدرسة والجامعة تشكل المراكز الصيفية أهم معسكرات التحشيد شعارها علم وجهاد يلخص هذا التوجه المليشاوي لعسكرة جزء من الشعب والسخدامهم ضد الجزء الآخر بينما تتفرغ القيادة العائلية المليشاوية لحظ المكاسب والأموال والثروات على صعيد آخر قالت مرجعية قبائل حضر موت إن منح المحافظة إدارة ذاتية كاملة ستكون بوابة لحل قضاء اليمن شماله وجنوبه جاء ذلك في منشور على فيسبوك لأمين عام المرجعية العقش سعيد سالم السعيدي حيث أكد أن استقرار وتنمية حضر موت وسيادتها على أراضيها وثرواتها وإدارتها إدارة ذاتية كاملة غير منقوصة سينهي الصراع اليمني وفي وقت سابق أمس أكد وفد المشاورات الحضرمي في لقاء مع رئيس الحكومة أكد أن حضر موت تحتفظ بموقفها السياسي وتتمسك بحقوقها وتتحدث بها بصوت عالم في المكان والموقع المناسب قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزال بقوة خمس درجات فاصلة تسعة هز منطقة في خليج عدن اليوم السبت وأوضحت أن زلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات وذكر المركز الأورمستوسطي لرسط الزلزال أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض فيما لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية صحيا أكد وزير الصحة العامة الدكتور قاسم بوحيفح على أهمية استمرار المشاريع الداعمة من المانحين للقطاع الصحي حتى يستعيد عافيته جاء ذلك خلال لقائه مع المدير العام لنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس إدهانوم بمدينة جينيف السويسرية لمناقشة عدد من المواضيع المتصلة بالقطاع الصحي وما يواجهها من تحديات وخلال اللقاء جرى مناقشة أوضاع القطاع الصحي في اليمن ووضع مكافحة شلل الأطفال والتحديات التي تواجهه بسبب رفض مليشة الحوثي تنفيذ حملات التحصيل الشاملة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها بحسب أكالة سباء توفي شابان من الجنسية الأثيوبية غرقا في حاجز مائي بمحافظة البيضاء وبحسب مصر محلي فإن الشابين عبدي عمر ونجاش أحمد توفي غرقا في حاجزين مائيين لحفظ مياه الأمطار في مديرية الرياشية ومديرية العرش أثناء قيامهم بالسباحة وتأتي الحادثة في ظل استمرار هطول الأمطار على معظم محافظات الجمهورية وامتلاء السدود والحواجز المائية بالمياه وسط تحذيرات للمواطنين من السباحة في الحواجز المائية بسبب امتلائها بالوحل والطين الذي يسبب الغرق وفي حجة توفيت أم وابنتها غرقا في مديرية نجرة أثناء محاولة الأم تعليم ابنتها السباحة في بركة مياه وهي لا تجيد السباحة رياضيا تعادل منتخبنا الوطني الأولمبي مع فريق الزمالك المصري بهدف لمثله في مباراة تجربية وقيمت على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر نادي الزمالك بالقاهرة ضمن المعسكر الخارجي لمنتخب المقام حاليا في مصر استعدادا لبطولة غرب آسيا تحت سن الثالثة والعشرين التي تقام في العراق خلال الفترة من الثاني عشر وحتى العشرين من يونيو الحالي سجل هدف منتخبنا اللاعب قاسم الشرفي في الدقيقة السابع عشر فيما عدل نتيجة للزمالك لعبه مصطفى شكري في الدقيقة الثانية والستين وخلال المباراة أجرى مدرب المنتخب تشيكيسكو بعدة تغييرات لإشراك أكبر قدر من اللاعبين لاختبار مستوياتهم سعيا للخروج بقائمة مثالية نهاية النشر عدو وذكروا بأبرز ما جاء فيها مصرع قيادي حوثي بمأرب والجيش يسقط مسيرة لميليشيا في تعز ميليشيا الحوثي تستهدف تجمعات سكانية في الحديدة والضالة وزنزال بقوة 5.9 يضرب خليج عدن ختاما في أمان الله موسيقى 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 موسيقى